مدينة أليجريكو المحبوبة مدينة طوليتلا أو طوليدو التاريخية هذه صورة لمدينة طوليتلا في أوائل القرن السابع عشر رسمها الفنان أليجريكو حيث لعذراء مريم والملائكة ينزلون من السماء وفي أسفل الصورة تقع المدينة مرسومة بتفاصيل دقيقة وهذه طوليتلا اليوم التي ترعرعت كعاصمة لإسبانيا حتى منتصف القرن السادس عشر ويحيط نهر التاخو المدينة من ثلاث جوانب كعامل لتحصين طبيعي لحماية الفن والمعرفة الذين تطور في المدينة حل هنا فنان رسام رحال اسمه الجريكو في عام 1575 ورسم أعمالا رائعة في هذا المنزل وكانت كاتدرائية طوليتلا المركز الدينية للكاثوليكية الإسبانية وأرادت الكنائس الحصول على صور دينية لتقوية يمان الشعب وطلبت من الجريكو رسم صورة ضخمة ومع انتهاء عمله حدث جدال عظيم هذه الصورة عرفت باسم السلب وهي مبتكرة وجريئة ويرمز رداء المسيح الأحمر إلى الدم والنار رمزا لآلام المسيح وترسم الصورة صلب المسيح أجانت الكنيسة هذه الصورة بوصفها تدنيسا للمقدسات لأن الجريكو رسم الناس في وضع أعلى من المسيح بيد أن عمل الرسام حظية بالقبول بين زكان طوليتلا كما رسم الجريكو أعمالا تعتمد على أسطورة محلية ويعرف هذا الرسم باسم دفن الكونت أورجاز وتروي الأسطورة قصة شخصية قوية في المدينة اشتهرت بعمالها الحسنة وعندما قضى نحبه نزل قدسان من السماء ودفناه بعناية وفي خلفية الصورة رسم الجريكو أشخاص حقيقيين يقفوا في وسطهم الرسام نفسه يتطلع إلينا مباشرة إن الجريكو عبقري عرفت طريقه إلى طوليتلا ومات بعد ثمانية وثلاثين عاما من مجيئه إلى المدينة ترجمة نانسي قنقر